تجري اليوم الأحد الجولة نهاية من التصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية حيث يطلب من الناخبين أن يختار بين المرشحين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان وفتضح نحو 67 ألف مركز اقتراع في فرنسا ليغلق معظمها عند الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بينما سيتم تمديد التصويت في بعض المراكز الانتخابية الوقع في المناطق الحضرية الكبيرة لساعة واحدة حتى ساعة الثامنة فيما شاهد السباق الرئاسي خلافات كبيرة بين المرشحين بشأن القضايا الرئيسية ففي حين وصف ماكرون الموالي للتعادل الأوروبي الهجرة بفرصة لكل بلد وعارب عن استعداته للقيام بعمال تجارية مع الصين تعادي لوبان الاتحاد الأوروبي وتطالب بمكافاة الهجرة وتدعم السياسة الحماية ضد الصين تظهر استطلاعاته الرأي التي جرت يوم الجمعة الماضي أن ماكرون كان يتقذى من في السباق إلى الرئاسة وستظهر النتائجه يوم غدي الاثنين